نظم قطع الإعلام والاتصال تابع لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام حلقة نقاشية بحثية تمحور عنوانها حول دور الإعلام العربية في التصدي لظاهرة الإرهاب إلى جانب انطلاق عمال الاجتماع السادس عشر لطريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة هذه الورقة بمشاركة ذموثلين عن الجامعة العربية ومجموعة من مندب المؤسسات العالمية العربية الورشة وجاءت في إطار تنفيذ الاستراتيجية العالمية العربية لمكافحات الإرهاب كأولوية كبيرة تحتل اهتمام دول المنطقة والعالم حيث ركز المشاركون على الدور الحيوي الذي يقع على عاتق الخطاب الدينية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنهج التعنيم في محربة أشكال الإرهاب بكافة في العالم العربية استضافة البحرين لهذه الفعاليات الأربعة بنفس الوقت تعطي رسالة هامة أن البحرين من الدول الريادية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وخاصة الإرهاب اللي أخذ يستشري في العديد من الدول العربية واللي عم بتبسه العصابات الإرهابية وخاصة إذا طلعنا على وسائل الإعلام الجماهيري السوشال ميديا اللي عم تستغلها العصابات الإرهابية في بس رسائلها وأيضا في اجتذاب شبابنا للانضمام فيها فإن شاء الله التوصيات اللي صدرت عن هذا الاجتماع سترفع إلى اللجنة الدائمة الإعلام العربي وأيضا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام تأتي للتأكيد على دور السلطة الرابعة أو الإعلام في مكافحة الإرهاب اليوم كلنا يدفع الثمن لهذه الظاهرة الغريبة عن الثقافة العربية والثقافة الإسلامية هذه الثقافة بحاجة إلى استئصال الإعلام هو المشرط الذي يمكن أن يهيئ لاستئصال هذا الورم السرطاني الذي يكبر في خلايا الجسد العربي هناك الحلقة ناقشت مجموعة كبيرة من التوصيات والإجراءات نحن نعلم أن هناك أيضا استراتيجية عربية ترجمة نانسي قنقر